بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمم الأمين أما بعد عزيزي المشاهدين أهلاً وسهلاً بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحالة اليوم بعنوان انتبه قبل أن تقع في هذه الأخطاء قبل الامتحان في أخطاء يعني سنوياً بنحذر منها قبل الامتحان بتلاقي الأهل والطلاب بيقعوا فيها أخطاء بتبقى ما قبل الامتحان وأخطاء بتبقى ليلة الامتحان وأخطاء بتبقى أثناء الامتحان وأخطاء بتبقى ما بعد الامتحان الأخطاء دي لو لم نتجاوزها أو لو لم نتداركها لو ما انتبهناش ليها لو ما حضرنهاش لو ما أخدناش بلنا منها الحقيقة بتأثر على الطلاب تأثير سلبي وبتأثر على النتائج بتاعتهم يعني أخطاء بيقع فيها الأهل وأخطاء بيقع فيها الطلاب لازم ننبه عليها بشكل كويس جدا لأنه حتى الكلام ده بيجي لعمل يعني ما قبل الامتحان على طول بلاي الأهل أحيانا بيبقوا ضغطين على الطلاب بشكل غير دي يبقى خليني الأول كده أخذ الأخطاء اللي بيقع فيها الأهل ما قبل الامتحان مع ابنائهم يعني الأب والأم أحيانا بيضغطوا ضغط نفسي جديد جدا على الطلاب وكانها معركة حربية وكأنه امتحان نهاية الكون أو امتحان الأخرة يعني طبعا الضغط الزايد على الأولاد ده وكانها معركة حربية يعني يا حتى انتصر يا تتهزم يا إما تموت يا إما تعيش يا إما نحبك أو نكرهك يا إما ده بيمثل ضغط نفسي على الأولاد طبعا ده بيأثر على الانتباه والتركيز والذاكرة لا العملات المعرفية اللازمة للانتباه والتركيز والمذاكرة بشكل عام فممنوع منعا باتا أي ضغط نفسي على الطلاب ما قبل الامتحان وكأنه جو كده من حضر التجول وكأنه ممنوع الترفيه ما فيش حاجة غير أنك أنت لازم تبقى يعني طول الوقت قاعد على الكتاب طبعا ده بيجيب نتاجة عجسية وبيسبب حالة من القلق للطلاب تاني خطأ بيقع فيه الآباء الحقيقة التوقعات الزائدة المبالغة في التوقعات من الطالب يعني المفترض أنك أنت تجيب الأول المفترض تجيب 99% المفترض تأفل طبعا هأفل معك يعني لأنه هنا ده طبعا برضه سقف التوقع العالي ده من حضرتك للطالب خاصة بين قسين اللي لم تكن دي إمكانياته الحقيقية طبعا ده بيمثل بالنسباله ضغط نفسي رهيب ده بيخليه أو يتوتر جدا ما قبل الامتحان ما بيخليهش يركز في الامتحان أو يركز في الدراسة أو في المذاكرة لا بيركز في فكرة حضرتك عنه في رأي حضرتك عنه في العقاب اللي حيشوفه بعد كده فيه أنه عايز يرضيك فيه أنه شايف أنه كله على بعضه بيختزل فيه درجات ويحس أنه محبوب بقدر هذه الدرجة فإن جاب درجة 99 فهو محبوب ومرضي عنه بدرجة 99 ده جاب درجة 50 يبقى هو محبوب ومرضي عنه بدرجة 50 ما تربطوش يا أخوانا حبكم لأولادكم ما تربطوش رضاكم عن أولادكم بالدرجة لأن الدرجة رزق نتجة عن الزكاء والزكاء رزق والقدرات رزق افرض واحد ربنا منحه زكاء كرزق يعني بس ما محش قدرة جسدية على السمع أو البصر أو الانتباه والتركيز والزاكرة افرض أنه عنده مشكلات زي فرط الحركة أو نقص الانتباه أو مثلا مشكلات للنسيان لأنه فيه عنده أنيميا أو مشكلات صحية أو ما شابه فكل الكلام ده يعني بيمثل لما تتوقع توقع زائد عن الابن أو تحصره في دير الدرجة معينة وهو عايز يرضيك وهو مش قادر فبيبقى في حالة صراع رهيبة جدا جدا كل ده بيفكر في الصراع ولا يفكر فيه المذاكرة والامتحانات يعني فنحذر التوقعات المبالغ فيها بالنسبة لي الأولاد لكن أنت عارف أنه مثلا في قول أعدادي وتاني أعدادي كان جاب مثلا 80% 80% حط له 90% السنة دي طب كان جاب مثلا 95% 95% 95% 95% في قول سنة و95% في تاني سنوي لا متوقع منك 97% 98% يعني حط 5% أو 10% لكن مش معقولة يكون مثلا بيجيب 62% وفجأة أنت بتطلب منه 90% طبعا ده بيبقى في حالة صراع مرير يعني طبعا البعض أحيانا يحذر أولاده أنك أنت هتعاقب أشد العقاب أو تحرب أشد الحرمان من كذا لو ما حققتش كذا في الامتحاد طبعا ده برضو بسبب له توتر شديد جدا جدا خاصة لو كان الحاجة دي بيحبها أو الحاجة دي عاوزها جدا جدا أو أنه يخاف من العقاب والعامل الإنفعالية تؤثر سلبا العامل المعرفي فخوفه حيسحب عقله هيخليه مش حينتبه يركز برضو قبل الامتحان يعني من الأخطاء اللي بيع فيها الأهل برضو مقارنة الإبن مقارنة سلبية بإخواته أو بزميله أو البنت خالتها أو البنت بابن عمه أو يا أخوانا فيه فروق فردية فروق فردية يعني هتلاقي الولد ده ربنا سبحانه وتعالى زاده بسطا في العلم ده في الجسم ده في الزكاء ده في الصحة النفسية ده في التدين ده في الطيبة ده في الأخلاق ده في الطاعة بالنسبة لحضرتك ليه بتحطهم كلهم على مقياس واحد إنه يبقوا نفس درجة الزكاء إنهم يجيبوا نفس درجة الدرجة في الامتحان مش يمكن ابنك ده سبحان الله بيصلي والتاني ما بيصليش بس تاني يجيب درجة دي دنيا فما ينفعش إنك أنت تقارن ابنك مقارنة ظالمة أنا بسمعها مقارنة سلبية أو ظالمة لأنه وقتها حيركز على الجزء القليل اللي عنده هيركز على الجزء العالي اللي عند غيره أو حضرك هتركز على جزء معين عند ابنك وهتركز على الجزء دايما الولد التاني اللي بيجيب 8-9% طب إنت ما جبتش 8-9% ليه زمان مع إنه كان صاحبك معك بيجيب أصله ما فيش موفر له كل حاجة دلوقتي يفرض إنك إنت دلوقتي معك عربية عادية ووفرت كل حاجة في الطريقة حتى تبنزين وزيت ووفرت الطريقة بسرعة عربية إمكاناتها كده في عربية تانية بتبقى عربية إمكاناتها عالية ولو مشت إن شاء الله حتى في الصحراء ولا في الرملة هتنطلق يعني فالمسألة ما ينفعش إن أنا أقارن ابني مقارنة بالآخرين طيب طبعا يهمني إنك إنت تجتهد في إنك إنت تشجعه تجتهد في إنك إنت تديله الثقة من نفس تجتهد في إنك إنت تركز على إيجيبياته تجتهد في إنك إنت تحفزه على المذاكرة لكن النتائج على الله علينا أن نسعى وليس علينا إدراك النتائج فإبداع حضرتك يا أب إبداع حضرتك أم إبداعكم في توفير جو نفسي توفير جو وبيئة محفزة للطالب على المذاكرة ما خبل الإمتحان لكن الجو النفسي ده منفر الجو النفسي اللي أنا بكلمكم عليه ده طبعا ده بيبقى مدمر ليه الأولاد لأنه بيصحب طاقتهم العقلية وبتروح في طاقة نفسية بتاعت القلق والخوف والتوتر والاكتئاب خاصة الطلاب اللي بعندهم القلق بشكل عام ومنبثق منه قلق الامتحان بشكل خاص ففي بعض الأولاد خاصة الشطار بيعندهم قلق الامتحان ده كنت أفرطت له حلقة كاملة اسمها امتحان بلا قلق ممكن ترجعوله فبالتالي ده الطالب ده بالذات حيزاد عنده القلق جدا لما تتوقع تحط له توقع عالي أو انك انت تتخوف من العقاب أو انك انت تتقارنه بغيره كل الكلام ده طبعا حيدمره نفسين بعض الأباء للأسف وكأنه بيحفز ابنه بس طبعا بيستخدم اسلوب سلبي في التحفيز بمعنى انه هو يعني لو نفعت بقابلني على عشان ينفع يعني انت فاشل عشان يبقى ناجح انت غبي علشان يبقى زكي انت مش هتنفع عشان فالأساليب دي ممنوع منعا باتا النقد والتوبيخ والتجريح واللوم يعني لو نفعت بقابلني كل الكلام ده ارجوكم ممنوع منعا باتا لانه كل ده مش هجيب نتيجة كل ده حيحبط لكن عايز تتكلم بشكل ايجابي انا شافك انه هرده ما شاء الله زكيت ساعة وده اكتر من مبارح ساعة بس شافك انه هرده ما شاء الله مهتم يعني ومركز قوي شافك انك انت مركز على هدف معين اللي احنا كنا اتفقنا عليه اصلا يعني هل عادت مع ابنك وحطيت هدف معين وكليات معينة ورح زار الكلية وبس يكون في قدراته تسمح بان هو يقدر يجيب الكلية دي عشان ما قلت برضو توقع عالي ومبالغة عليه يبقى اذن الشطارف انك انت تركز على انك توفر له بيئة نفسية محفزة وبيئة من مكتب لاضاءة الابجورة اللي ضع هدوء من غير ضوضاء اللي انك يعني توفر له وقت معين ما تشغلوش ده الشطار لكن كل الاخطاء اللي انا اتكلمت فيها دي ارجوكم بعيدوا عنها تماما لانه في حد يجي يقول ابنه انت هتسقط السنة دي هتسقط طوله الله يا عم يبشره ولا تنفره انت معه ولا ضد انت شغال على القلق كده انت كده بتحبطه انت كده مش وثق فيه بالعكس المهور تغرص الثقة فيه وبعدين تقول له ده مش امتحان الاخر يعني علينا الناس علينا ادراك النجاح على قد ما تقدر زاكر وحصل يعني اجتهادك في وبازل جهدك دلوقتي يعني لكن النتائج على الله جبت خمسين ستين سبعين ثمانين كل ده طالما اجتهد طالما بزلت قصره جهدك طالما عملت اللي عليك ده المهم جدا انما النتائج ممكن واحد يدخل كليه التجارة ويعيش حياته افضل مليون مرة من اللي داخل كليه الطب وهندسة فالشطرف انك تدفعه دفعا للمذاكرة مش انك انت تحبطه يعني طيب دي اخطاء بيقع فيها الاباء ما قبل الامتحان فيه اخطاء بيقع فيها الطالب نفسه اخطاء فكرية يعني بمعنى ان هو يجي يفكر مثلا تفكير سلبي عن ذاته يقولك انا فاشل انا ضعيف ربما الكلام ده بيستقي من كلام الاب والام والمحيطين خدوا بالكم يعني بيتشكل عقله مع الوقت يعني من الكلمات السلبية عشان كابلك احذرها وبالتالي هو ممكن يتبني الافكار دي عن نفسه اللي هي افكاركم عن نفسه او عنه ويقول لنفسه انا خايب وانا فاشل وانا ضعيف وانا جبان وانا ضعيف في مادة كذا ومش هقدر ومش هنفع وفعلا يعني مش هكون عند حسن ظنهم ومشابه يعني طبعا هنا في اخطاء في التفكير برضو بالنسبة للطلاب انه طول الوقت رابط يعني مجهوده بمجهود غيره او انه بيقارن نفسه بغيره او انه عايز حق ذات والده ووالدته مش ذاته وفي نفس الوقت خايف من النتيجة اللي هيبقى يعني يعني الاب والام والام سيحرم المصروف والام هتكرهه واصحابه هبعدوا عنه يعني بيفكر في النتائج السلبية من الاخرين يعني وفيه اخطاء حوالين الايه الامتحان يعني طبعا فيه طالب برضو بيفكر فيه خفاقات الماضي يعني هو صقت سنة قبل كده فبيعمم يعني انا هصعب بعد كده او جاب درجة قليلا قبل كده فبيعمم هجب درجة قليلا قبل كده او انه بيعمن من خلال غيره يعني البنت مثلا بنت خليتها قلت ان امتحان الكيميا كان صعب فبالتالي يبقى اذا اللي هيحط اكنت استمرت السنة دي الكيميا صعبة بس مش معنى كده ان انا عم اقول ان الكيميهاتيج السمادة صعبة وعقد نفسي مثلا يعني فده تعميم خطأ فما منفعش ان انا افكر في اخفاقات الماضي تماما انا ابن النهاردة الماضي عد وفات انا يهميني ان اركز على قدراتي انا مش قدرات حد يعني واخدش كلمات حد وما تبناش يعني افكار سلبية سواء واخدها من الناس عني او ان انا حطتها لنفسي يعني طبعا في البعض زي ما قلت لحضراتكم بيبقى عنده قلق شديد جدا ما قبل الامتحان دايما القلق بيبقى على المستقبل والقلق بيبقى تفكير سلبي وبيبقى يعني توقع سلبي ان انا مش هقدر ان انا مش هكون ان انا مش هنفع ان انا مش هنفع وهكذا يعني ففي قلق مثلا بيبقى عن الاسئلة هتيجي صعبة طبعا الاسئلة بتبقى مدروسة من قبل لجان مختصة بالامتحانات في لجان الامتحانات بتبقى لها خبراء ولها مستشارين تربويين في بضع الامتحانات وعارفين ان الاسئلة بتيجي في ضوء الطلب المتوسط فاذا كنت حضرتك اعلى من المتوسط خلاص جميل يبقى انت هتجيب بدرجة عالية فاذا كنت في المتوسط فالامتحان في مستوات واذا كنت اقل من المتوسط محتاج تجتهد شوية فالفكرة ان الامتحان بيجي في ضوء الطلب المتوسط ما بيجيش صعب لان الصعوبة دي بتبقى في بس بتبقى وهمية بهذا الشكل يعني وبعدين فكرة انه واحد يخرج من الامتحان له كل الامتحان صعب هو الامتحان اللي صعب او انت اللي مستوك ما ذاكرتش بشكل جيد ممكن واحد يطلع يقول الامتحان ساهل الامتحان ده 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 حاجة محطوطة كده نسبية يفرق بقى ما بينطالب مذاكرة او مش مذاكرة او الكلام ده كله صعب بالنسبالك وسهل بالنسباله فما فيش حاجة اسمها ايه اصلا بتحان حاجة صعب ايه اللي عرفك ده توقع سلبي للمستقبل يعني فبالتالي ركز على المذاكرة ما تركزش على ان الامتحان حاجة صعب يعني واحد تاني يجي لي ويقول لي اصلا الوقت غالبا مش هيكفي يعني ايه الوقت مش هيكفي يعني مين قالك وايه اللي عرفك الاسئلة اللي هتيجي وكم سؤال والوقت هيبقى قد ايه اصلا معروف ان الامتحان ساعتين اوكي معروف ان الامتحان ساعتين مثلا يعني ايوا بس الاسئلة هتيجي صعبة ولا سهلة مش عارف هيجي كم سؤال مش عارف مين اللي حط الامتحان مش عارف طب هتيجي في أسئلة أنت مذاكرة ولا برضو مش عارف طب ليه تحط توقع سلبي اللي هو قلق وتقلق نفسك والقلق ده أصله بيسحب اللي انتباهه التركيز زي ما قلت لحضرتك وبيخليك بتركز في أفكار وهمية مش في المذاكرة أو في الامتحان يعني فعايزك برضو تتطمن إنه الوقت مدروس من قبل اللي كان مختصة برضو إنه حسب صعوبة الأسئلة وطول الأسئلة يعني فيه اختبارات اختبارات قوة بتقيس مدى تحصيل الطالب وفيه اختبارات سرعة دي بتقيس أديها تخلص يعني فكل يعني سؤال محطوط له زمن محدد الطالب المتوسط تقدر يخلصه فيه فبالتالي لو عندك خمس أسئلة مثلا ويتفرع منهم ألفوا به فمحطوط لكل جزئية زمن محدد تقدر إنك انت كطالب متوسط تقدر تحل الامتحان فيه فبرضو ده مجرد وهم وقلق وفكرة سلبية غير منطقية على الإطلاق فالوقت إن شاء الله هيكفي والامتحان يجي في ضوء الطالب المتوسط فما تقلقش طبعا بتبقى فيه برضو فكرة تانية سلبية بتبقى كفيروسات في أدماغة الأولاد ممكن الفيروس ده يدمر الملف النفسي أو الملف العقلي للطالب تماما يعني فكرة مثلا يقولك إن أنا قبل الامتحان بالذات يقولك أنا حاسس إن أنا نسيت كل حاجة برامنهم مش بدئين من حتى يعني 29 ولا من أول عشرة ولا لا ده بدء أحيانا من 7 أو 8 يعني من الأجازة بدء لغاية شهر 6 مثلا ولا شهر 5 الامتحان فيقولك أنا حاسس إن أنا نسيت كل حاجة لا ما تقلقش ده إحساس وهمي إحساس غير حقيقي لأن المخ إذا تشد بفكرة ما يرجعش زي ما كان المخ طالما ذكرت حاجة فهو سجلها بهذا الشكل يعني كل ما هناك لما هتدخل للامتحان حيجي المثير يولد الاستجابة وكأن نقطة ضوء حتيجي كده من الامتحان على جزء معين في الدماغ في المنطقة اللي أنت بخزن في العلومة على طول حتيجي وتركز فيه ده بالتحديد يعني فاطمئن إن الله لا يضيع عجر من أحسن عمله وليس الإنساني إلا مساع وأن سعيه سوف يرى يعني علشان كده مهم جدا زي ما قلت لحدك برضو ركز علينا الناس عليها سالين دراك النجاح ركز فيه المذاكرة ما تركزش فيه الأوهام دي كلها يعني طبعا فيه أخطاء حيانا إن بعض الطلاب ما بيركزش في التدريب على الامتحان لا مهم جدا إن كنت تركز على التدريب على الامتحان وهات الامتحانات بقى تلعوهم السابقة وفيه امتحانات محافظات وامتحانات دول تانية كمان شبيهة بينا وبالتالي هات كل الامتحانات دي يحلها مرة واثنين وثلاثة واربعة طبعا بالنسبة ليه الطلاب اللي هما يعني مواد نظرية أو بعد كده لو الطلاب في كلات نظرية وكلات عملية خلينا في السنوي مثلا أو الاعدادي فيه مواد نظرية دي محتاجة تلخيص وتأكيد ويعني حفظ شوي فيه مواد قائمة على العمل أكتر زي الرياضيات في روحة وزي العلوم في روحة ده محتاج إنه الطالب يعني يحل كتير محتاج تجيب ورق كده ومحتاج إنك إنته تحل 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 مفيش حاجة أسماء ذاك الرياضيات مثلا بالعين كده مفيش حاجة أسماء كده ده لازم أحل مسائل كتير لازم أحل قوانين للفيزياء ومعادلات في الكيميا لازم ده يتحل وأخد عليه أسئلة كتير جدا كل ده بيبقى يسر معاك ويخلي فيه مرونة كده ويخليك وثق من نفسك يعني فيه من الأخطاء برضه اللي بيقع فيها الطلاب ما قبل الامتحان إنه بتحقق أسئلة معينة فيجيب الكتاب 200 صفحة فيركز مثلا الفصل الثالث والفصل الخامس وفصل السابع طب الكتاب تشرح كله وعقلك غير عقل المدرس فانظام التنشين يا صابت يا خابت لا ده بيبقى يا صابت يا اتنين عور غالبا اتنين عور لإنه يعني بتحط نفسك في حالة قلع كمان لإنه طول الوقت حيجي اللي أنا متوقعه حيجي اللي أنا زاكرته طب دماغ دماغ ووضع الامتحان وبالتالي الأفضل زاكر كله ويا سيدي ركز على بعض الحاجات ما عندش مشكلة إذا كمان سمعت إن الدكتور أو المدرس قال ركزوا على الحاجات دي أو إنك إنت ملاحظ إنه عبر امتحانات السنين اللي فاتت فيه جزئيات معينة بتتكرر وبتيجي ركز عليه ما فيش مشكلة لكن ما ينفعش إنك إنت تغفل أي حاجة على إطلاق لإنه أحيانا في بعض يعني يمكن بالنسبة للسنوي والعدادي والابتدائي الحقيقة بتيجي الامتحانات طبعا متنغمة متصقة في كل المنهج يعني سؤال من كل فصل أو كده لكن في دكتورة في الكلية أحيانا يجيب لك الامتحان كله من بحث عملته يسيب الكتاب كله وبحث عملته يقول لك عملت بحث معين أيدي البحث ده أو إنه يجيب لك فصل معين في الكتاب بس بس الشكل يعني أو يجيب لك من محضرة إداها علشان شواء كنت حضر ولا لا وما يجيبش الكتاب كله إذن فكرة كلها إنه الحضور مع الكتاب مع التلخيص مع يعني اللي قاله الدكتور مع الحاجات المهمة ما ينفعش إن أصلا أنت عندك سنة كاملة ومجهود كبير ودروس وفلوس ومصاريف ويعني أمانة الأب والأم حمل نهالك وإلى آخره فما ينفعش إنك إنت تيجي في الآخر خالص تنشن كده على بعض الحاجات ما ينفعش طيب بعض الأولاد أحيانا بيبقى يعني مستعجل وراح اللجنة كده فينسى يعني بعض الأدوات اللي المفترض أنه ياخدها معاه لازم تاخد معاك أقلم إضافية لازم تاخد معاك ساعة لأنه ممكن تاخد الموبايل بس يعني هيسيبه الموبايل بر فتقولي هعرف منه الوقت لا يعني وأغلب الناس دلوقتي استخدمت الموبايل كساعة وكما نبه لكن أحرص إن يكون فيه ساعة يد تاخدها معاك علشان تبقى محترف في إدارة الوقت من أول دقيقة تقرأ الامتحان كله وتقسم وقت الامتحان على الوقت اللي هو ساعتين على 120 دقيقة على الست يبقى قادي 20 دقيقة لكل امتحان وما ينفعش إنك إنت توقف عند سؤال معين صعب وتركن عنده يعني صعب سيبه حل اللي بعده إن شاء الله حتى مش في الترتيب بتاعه السؤال الأول في الورقة الأولى لأ ممكن تبدأ بإجابة السؤال التالت مثلا يعني في الورقة الأولى ما فيش مشكلة هو المصاحب يبقى عارف كويس جدا وما فيش مشكلة ما تقلقش من حاجة زي كده يعني دي أخطاء بتبقى ما قبل الامتحان أخطاء نفسية أخطاء عقلية أخطاء فكرية أفكار سلبية بيقع فيها يعني الطلاب فبتسبب لهم مشاكل رهيبة جدا وبتوصل بهم لحالة إجزامة جزاية قلق الامتحان اللي ممكن تخليه أجل الامتحان أو إنه هو يقسم المواد أو إنه هو يهرب من الامتحان أو إنه يتعب جسديا حاجة اسمها سوماتيزيشن تكسيد أو جزدانة يعني مش قادر يواجه فيهرب بهذا الشكل أو إغماءات أو مشاكل أو انتحاء يعني حاجات رهيبة بتحصل للطلاب يهميني إن أنا صح الأفكار دي مقبل الامتحان عشان تدخل وهو متحرر من هذه الفيروسات الفكرية متحرر من هذه الأفكار السلبية علشان يبقى عقله حر ومنطلق ومركز على المذاكرة ومركز على الامتحان مش على كل الأفكار السلبية اللي تكلمنا فيها في أخطاء تانية للأسف بيقع فيها بعض الطلاب ليلة الامتحان إنه أول حاجة بيسهر كتير جدا ليلة الامتحان يبقى معك تمن شهور تمن شهور طول السنة فييجي ليلة الامتحان ويسهر طول الليل طبعا مش هيقدر تاني يوم يركز بشكل جيد اللي انتباهوا التركيز للأسف حابق قليل ولكن أصلا أنا مذكرتش ومحتاج أن أنا أطبق ومحتاج أن أنا كل الكلام ده كلام غلط المفترض ليلة الامتحان بالذات على الأقل على الأقل ست ساعات نوم على الأقل ست ساعات نوم يعني تبقى نايم مثلا يعني يوم ما تسهر قوي وده غلط يعني مهرت أنا من عشرة بس يعني 12 إلى 6 وتصحى من 6 إلى 8 برضو تعمل إيه مراجعة سريعة بهذا الشكل وطبعا لو صحت صليت الفجر واخدت دش كده وقعدت يعني رجعت وذاكرت بقى الخلاصة اللي انت أساسا بذاكرها طول السنة ده يبقى شيء رائع جدا يعني في البعض أحيانا بقى وقت الامتحان أو الليلة الامتحان على طول شاي وقهوة ونسك فيه ونسكويك وبتاع كل المنبهات دي طبعا بتخليك تسهر لكن الحقيقة بتخلي برضو ما بتنقيمكش وفي نفس الوقت بتقل انت باك وتركيزك لما بعد كده لكن وكله شربه ولا تسرفه دايما الوساطية خير في كل حاجة يعني البعض أحيانا بقى ده يعني طوله بسنة ويقا وجامعة للأسف ممكن صاحب يقوله خد الترامدول ده أو التامول ده على أساس أنه مخد أنواع مخدرة كمية بيسموها على سنها تسهره ويقولك أصلا أنت بذاكرتش عشان تطبق وبتاع طبعا للأسف ده يعني ايه تاني يوم حيروح اللجنة لا حيروح الغرزة فمش هيكون مركز تماما أقولك أصلا أنه مذاكرتش عشان تطبق يعني يا ابن الحلال ما أنت هتطبق مجهودك حطه في جيبك أنت أساسا يعني مش هتنتبه ولا هتركز بشكل ايه جيد يعني غير أنك أنت يعني هتسهر وزي ما قلت لك هتفصل مركز النوم فلكن هتفصل مركز اللي انتبهه والتركيز والتذكر ومشابه يعني البعض أحيانا برضو بيروح كده الامتحان على لحم بطنه زي ما بقوله مهم جدا أنك تتاكل أي حاجة قبل الامتحان عشان تشغل الدماغ وتشغل الجسم بشكل جيد يعني البعض أحيانا بيخطأ برضو ويصحى متأخر يوم الامتحان لا إصحى بدري يوم الامتحان وإذا ما قلت لك إصحى صلى الفجر نعم بدري وإصحى صلى الفجر ويعني ابدأ كده وانت هادي قول الأذكار وقعد راجع الامتحان بتاعك لأنه لما لو صحت متأخر هتتوتر هتقلق هتخاف كل ده هيخلي المعلومات يعني وكأنها دخلت في بعضها ما تقلقش برضو لكن ده بيبقى يعني القلق بيسبلك مشاكل يعني البعض أحيانا برضو يروح للجنة متأخر يعني متكسل وإصحى متأخر ويروح متأخر فكر أنك تروح للجنة متأخر وربما الطريق فيه مشكلة فيه لجنة فيه وقفة فيه مرور واقف فيه مشاكل في الطريق فيه فيه لا قبل الامتحان بنص ساعة تلت ساعة على يعني كده لو ربعت بقى دخلت في يعني إيه آآ ألا يعني لكن على الأقل نص ساعة بس يفضل أنك إنت لما تروح ما تراجعش مع صحابك يفضل يعني اللهم يقول إذاك فيه حاجات ما كنتش عارفها ممكن تسأل فيها حد أو كده لكن يفضل أنك تأخد جنب وتقعد مع نفسك كده وتراجع لو جاب معك أوراق أو مذاكرة كل ده هتسيبه قبل الإيه الامتحاني يعني فكل ما تروح بدري كل ما تبقى هادي خاصة اول يوم لان كنت ممكن متعرفش فين مكان اللجنة وفين المكان ده في ناس بتبقى غلط فيه يعني هو كان في مدرسة مثلا اللي متحن في مدرسة تاني على ما يروح المكان وبعدين يروح المكان التاني او اللي متحن في الدور الكذا وهو في الدور الكذا او يغلط ويقعد وبعدين فجأة يلاقي نفسه مع ناس تانين او ما شاء كل الكلام ده لا نصع حتى لو اخطأت حتى لو تقدر تععد في مكانك وتبقى قاعد في اللجنة ما قبل الامتحان يعني وزي ما قلتلك المناقشات الجماعية اللي ما قبل الامتحان دي بتسبب تشويش وبتقلقك ياه ما هقول انت ما تقول لنفسك ما ذاكرتش كزا او مذاكرين اكتر منك او عارفين احسن منه او كل المناقشات الجماعية دي تشويش ولأ ركز في اللي انت خلص يعني دلوقتي مش هتقدر ترجع تذاكر تاني غير انك انت هتقلق نفسك اللي انت مذاكره خلص يعني ايه رجعوا يعني بيبقى فيه اخطاء بقى اثناء اللي امتحان نفسه اللي هي البعض احيانا بصراح ما بيقراش الاسئلة صح او بيقراها كمان بغي او عايزة يعني ايه زي ما هو اه زاكر وكأنه بيدرك ادراك خاطئ يعني السؤال كما يفهمه هو لا كما يريد وضع السؤال اه فبالتالي هنا الاجابة هتبقى غلط يعني اقرأ ورقة الاسئلة بشكل كويس جدا اقرأها كلها على بعضها وزي ما قلتلك قسم الوقت والساعة جنبك وما تخليش اجابة سؤال تطغى على اجابة سؤال تاني خاصة لو سؤال صعب ما تركنش عنده زي ما قلتلك حل السهل ولو في اسئلة مقالية احيانا تاخد منك وقت طويل جدا فبالتالي تيجي في الاخر خالص تلاقي نفسك ما عرفتش تدير وقت الامتحان صح ففي اسئلة سبتها وربما الاسئلة يعني السؤال الطويل اللي انت اخدت عليه في وقت كبير ده هو نفس درجته نرجة سؤال تاني كان ممكن ياخد خمس دقايق وده اخد مثلا تلاتين دقيقة نفس الدرجة فخليك اقتصادي في الدرجات وخليك شاطر في ادارة وقت الامتحان يعني البعض احيانا بينسى يعني مثل المراية اللي بتبقى على اول الورقة بينسى يكتب اسمه وبيكتب مثلا البيانات المطلوبة ويخرج يلاقي نفسه نس البيانات طبعا هنا بتبقى فيه مشكلة بالنسباله يقلق بقى يتوتر يخاف انه يسقط والكلام ده كله يعني اول حاجة اكد انك هتكتب بياناتك بشكل كويس قوي ثم سطر الورقة بشكل حلو جدا مهم جدا انك تسطر الورقة وتخلي شكلها يفرح يعني مجرد ما المصاح يشوفها كده يحس انه مبسوط ان دي ورقة تولد منظم بشكل كيزا طبعا البعض احيانا برضو بيبقى متوتر ويقلق بسرعة جدا فعشان كده حسن خطك في الامتحان وفيه اخطاء املائية بتحصل برضو وعلى المصاح بقى ان هو يحل الغاز ويبقى مش عارف الكلمة دي معناها ايه الكلمة لا حسن خطك وفي نفس اللقطة الاخطاء الاملائية ودي بقى مشكلة المشاكل في الفترة دي لانه الاولاد للأسف بيكتبوا بلغة الفيس يعني اللغة العامية وطبعا للأسف ما فيش همزات وطبعا ما فيش نقط وفي نفس الوقت اتهي يعني ايه اه يعني اتهي المربوطة يعني ما فيش نقط حتى على فهنا بتبقى اخطاء رهيبة جدا وكأنه بيكتب كده كلام ما فيه اولا متحان مكتوب مطلوب تكتب لغة عربية فصحة وللأسف الجيل ده تعلم انه يكتب كلام عامي في كل بلد للأسف يعني فيه لغة عامية فللأسف يعني دي من ضمن سلبيات الايه السوشيال ميديا انه علشان يكتب يكتب بطريقة ما حتى للأسف في الاول احنا كنا بنقاوم يعني انا واحد من الناس عشق الفصحة يعني لكن مع الوقت للأسف حسيت ان انا من كوكب تاني لما حد يقول لي ازايك عامل ايه قالوا الحمد لله بخير يعني وصحة جيدة طب رايح فين بكرة قال لي غدا نسى وازهب الى كذا مع ان المفترض ده الصح للأسف بس لكن الصح في وسط كم من الغلط خلى فيه مشكلة المهم انه الاولاد احيانا بيكتبوا طبعا كلام عامي لا ننتبه كويس جدا واكد على ابنك والطالب اهو سمعني المفروض ان هو ايه ياخد باله انه الاجابات تبقى باللغة العربية الفصحة يعني طبعا البعض احيان زي ما قلتلك ما بيقراش السؤال بشكل جيد لا اقرأ السؤال بشكل جيد وافهمه بشكل جيد لان ده مهم جدا وابدأ بالاسئلة السهلة زي ما قلتلك في البعض احيانا برضو ما بيركزش في الاسئلة المنفية انت عارف نفي النفي اثبات فالاسئلة المنفية بتبقى وخزط لو صحة وغلط وعلل فللأسف ممكن يجاوب اجابة عكسية فركز في الاسئلة المثبتة اللي موجودة بشكل يعني عادي ده خبري عادي ده سؤال ساهل ما فيش مشكلة لكن السؤال المنفي محتاج انك انت تنفي لانه النفي النفي اثبات يعني في البعض طبعا بيبقى للأسف وديه الطامة الكبرى بيبقى معتمد على الغش في الامتحان طبعا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشانة فليسة منها بيبقى فيه اضرار للغش خطيرة جدا جدا انه كتير جدا من الاولاد ما بتذاكرش ليه والله اصلا بص يعني اولا يعني فيه صاحب هيغششني انا هتديله كذا هو هيغششني او انه يعني انا ذاكرت السنة اللي فاتت ووليت اللجنة كلها غش فاقعد ابزل مجهود ليه ما بازلش مجهود غش وانا طب ابزل مجهود ليه تاني سنة شوف الغش بيخلي الطالب تاني سنة ما تذاكرش او انه فيه لجان حنجيبها وحنزبطها وحتغششنا يعني او كل دا بيخلي الطالب للأسف يبقى متواكل على مسألة الغش وطبعا دا ممكن تيجي لجنة صعبة او ما يبقاش فيه غش تمام فبالتالي تلاقي نفسك واقف مش عارف تعمل حاجة تماما وطوله لوقت تبقى بتشتكي من من الموجود المرائب اللي في اللجنة ان هو المرائب ميله المرائب دا عنده امانة المفترض ان هو يرائب عليك على ثاني منعك من انك انت تغش يعني طبعا لما غيرت يكون معتمد على الغش مش معتمد على الله ثم على المذاكرة او على نفسي بيبقى عنده قلق وتوتر لانه وارد جدا انه ما حصلش غش فالقلق دا بيبقى يخليه طبعا مرتبك يعني طبعا الغش دا هيعرضك برضو لسحب ورقة الامتحان وممكن ترسب في المادة دي ولو انت في الجامعة ممكن تاخد سنة فاصل وسنتين احيانا يعني يكفي انك انت لما بتغش هل بتحس انك انت بتحترم نفسك ولا انت بتسرق مجهود غيرك طول السنة زي واحد بيشتغل مثلا طول الشهر وتجي تنشله في الأوتوبيس نفس الفكرة برضو وكانك نشالت المعلومات اللي هو بيحصلها طول السنة دا انت نشالت المعلومات اللي صرف عليها كمان فلوس صرف عليها فلوس والديه يعني بهذا الشكل هل انت حاسس ان كنت مبسوط من نفسك لان في طلاب وللأسف بيبقوا ازكياء وكويسين وجادين وبتاع بس هو ايه نور يعني خاص مركز بقى ان هو يغش ويغش بطريقة ومحترف بهذا الشكل يعني طبعا للأسف لما بيغش الطالب السنة دي او حد بيغششه بيبقى اسلوب حياة بالنسبة له مش اسلوب حياة في الامتحانات وانه متوقع بقى يغش طول السنين لا اسلوب حياة بشكل عام هيبقى لبن هيغش في اللبن هيغش في المونة لو مهندس هيغش في المرضى لو طبيب برضو هيغش في لو موظف في النتائج بتاعت كذا لو محاسب هيغش في حساب الختامي لنهاية السنة والكلام الميزانية فمسألة الغش مش بس هتفضل مرتبطة بانه غش في الامتحان لكن هتبقى اسلوب حياة بعد كده او انه دايما عايز يغش مجهود زميله في الشغل او انه مدير ويغش من الموظفين الاكفاء اللي عنده بهذا الشكل فبالتالي ياخد مجهودهم يعني هيبقى اسلوب حياة فارجو انه ما نركزش على القصة الخطيرة دي لانه أولا حرام سنين مدمرة نفسيا سليسا هتسبب لك قلق وارتباك وخوف شديد جدا جدا في المتحان وبعدين حتى لو وشيت بصراحة مش هيبقى فيه بركة في الدرجة وان كانت الدرجة عالية مش هيبقى فيه بركة في الكل اللي هتخشها وان دخلت الكل اللي انت عايزها مش هيبقى فيه بركة بعد كده في الفلوس اللي انت هتاخدها زي بالضبط الفلوس المسروقة بالضبط يعني في البعض احيانا بيخطأ برضو خطأ رهيب جدا جدا بانه بيستعجل في الخروج من اللجنة انا معرفش انت دلوقتي يعني ايه اللي بيخرج من اللجنة الاول بياخد جايزة لان فيها أولا تكتر جدا يقول الجملة دي في أضغاز يعني انه ان اخرجت اول واحد ايوة اخدت جايزة يعني يعني ايه اخرجت اول واحد يعني واتفتك يعني نوري يعني وادل اللي كسر الدنيا يعني جاب الديب من ديلو يعني بتستعرض قدام زمايلك يعني خاصة في المراحقة يعني في الاعدادي والسنوي وربما الجمعة احيانا ويقول لك انا خرجت اول واحد من اللجنة يعني يعني خرجت اول واحد من اللجنة يا اخي ده انت مجهود 8-9 شهور و10 شهور احيانا و10 شهور احيانا يعني من 8 الى 6 من 8 الى 6 10 شهور خاصة من النسبة للسنوية والجمعة يعني او 7 شهور او 8 شهور فبالتالي ومجهود فضيع من الاب والام وفلوس اتصرفت ودروس ومدرسة ولبسه ووقته وجهده وبعدين 8 شهور عشان اللجنة ساعتين مش قادر تقعد ساعتين انا بقول دايما للطلاب اقعد لاخر الوقت يقول لك اصل المراقب بصصلي ملكش دعوة بيه ولا يعني انت لو غشيت حيحسبك ولو هو قال لك اخرج قبل الوقت ندل لتحسبه في رئيس لجنة اقول يا جماعة انا ده وقتي هقعد ساعتين كل الطلاب خرجوا يقولوا علي غبي لا بالعكس انت زكي انت بتحافظ دي امان انت بتحافظ على مجهود مجهودك ومجهود والديك معاك طول السنة يعني فوربما سبحان الله زي ما بقوله ينزل عليك الواحي في اخر خمس دقايق يعني والبعض احيانا يخرج من غير ما يراجع ودي طامة كبرى يعني ويرجع يخرج يقولك انا اخرجت بسرعة بس نسيت اجابة السؤال الثالث ايه ده كان عايز كذا ونسي مثلا يكتب يعني الخط في الاخر خالص نسي يكتب موضوع التعبير نسي السؤال الاول اللي كان صعب اللي كان مأجله وكان فرحان انه خلص وخرج وبتاع يعني البعض بيعمل مسابقة من اللي يخرج الاول بالعكس انت عمل مسابقة مين اللي يخرج الاخر يعني هيتحكوا عليك يعني انت اللي بتتحك عليهم لان انت اللي بتحافظ على مجهودك طول السنة ودول ساعتين فلما هتقعد تراجع وتسطر وربما يعني هتتيجي معلومات او مشابقة احيانا البعض طبعا يقعد بس يقعد عشان حاجة تانية يقولك اللجنة هتتفتح في اخر ديئتين او اخر عشر دقائق هيسايبوا اللجنة هيبقى فيه غشه بتاع لا ما تعتمدش على كده يعني اعتمد على انك انت هتقعد للاخر بحيث انك انت ما تفوتكش حاجة يعني البعض احيانا طبعا بيكتب تعليقات معينة التعليقات دي ممكن تسبب لك طبعا مشاكل لان ممكن تكتشف التعليق ده والورقة دي وبالتالي بيبقى فيه مشاكل ممكن تسقط في وتاخد سنة كمان وحاجات زي كده البعض احيانا يكتب توسلات للمصحح اصلا ام كانت تعبان مبارح اصلا انا مذاكرتش علشان كذا اصلا كنت مريض اصلا واحدة كانت بخطيبة كان عندنا مبارح التاني مش عارف ايه بتاع طبعا الكلام ده لا يؤخذ بيه على الاطلاق اوقع تفتكر ان الكلام ده هيؤثر على ولو اثر على واحد مش هيؤثر على التاني يعني فيه البعض احيانا خاصة في السنوية بيبقوا مثلا مجموعة اسئلة ده هيجاوب يعني هي صح سؤال النحو ده يجاوب صح سؤال التعبير وده صح النصوص وده سؤال كذا فبالتالي مش هيبقى واحد فلو اثرت على واحد ولا يمكن تأثر لان دي وحيانا يبقى فيه اسئلة كده النظام الامريكي صحة وغلط يعني بيبقى معروف الدرجة بتترصد فانت وجاب صحة وغلط فالكلام بتاعك ده ماليوش اي قيمة على الاطلاق يعني بتبقى فيه اخطاء بعد الامتحان ما تراجعش بعد الامتحان ارجوك مع اي حد ده خطأ رهيم جدا لانك انت لو اكتشفت انك انت ناسي سؤال مش هتعرف ترجع تعمله لو اكتشفت ان فيه سؤال غلط مش هتعرف ترجع متعمله بس كل ما هنالك انك انت هتسبب لنفسك مشاكل بعد كده وحتحبط وربما تخفق في الامتحانات اللي بعد كده فما تراجعش تماما يعني قدر الله ما شاء فعل لو تفتح عمل الشيطان على قد ما انت اجتهدت وحليت والنتائج على الله زي ما انا قلتلك طالما انت اجتهدت فما تخفش دي اخطاء يا جماعة بيقع فيها للأسف الاهل والطلاب ما قبل الامتحان حبيت ان انا انبه عليها يعني مع دعاء بالتوفيق لكل الطلاب شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته